السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا نبدأ في اول حاجة من دورة الفلاتر وهي ازاي تعمل بروجيكت جديد. احنا الفيديوهات اللي فاتت عرفنا ازاي نسطب البرامج اللي احنا محتاجينها كلها. وطبعا بدأنا بايه بدأنا بان احنا سطبنا فلاتر واندرويد سوديو وكل الكلام ده. فدلوقتي احنا معنا اندرويد سوديو عجهاز ومعنا في اس كو. اللي احنا الجاهزة بالبقى على اندرويد سوديو والمشاعر والين احنا جاهز. ي Thy taqb2 orhum. ومعنا الا�يل مراوز التخيم للتفصيلồng اللي هو موجود على الجهاز. تبعا تبلغيكا. بين ما بيران احنا عرفنا ازاي تتراني medical background على الموبال باقي. فالكو ملك Edwards دي بですね مع بعضها تتلع Barracks, ما عليك انت محتاجه في الابلك. يعني انت مثلا ممكن تجي تشغل الندرويد سوديو اتلاقي بالدرويد سوديوhi جرن الèsباس كاته. فتقوم رايح تشتغل على visual studio code ممكن مثلا تجي تشتغل على visual studio code و الموبايل هتلاقي الموضوع ايه يعني هتاخد تدي كده مع بعض تتحول الساستم الحاجة اللي تخليك تشتغل بسرعة مش لازم يعني تشتغل على اندروتو استوديو او مش لازم تشتغل على حاجة معينة اما حاجة تخلي الحاجة اللي تريحك وتكمل بها ان شاء الله فدلوقت احنا نبدأ نعمل البروشيكت اللي هنعمله بالاتنين عشان تبع عارف برضو لو انت حبيت تعمل البروشيكت بالاتنين ممكن تعمل ايه لو انت حبيت تعمل اصلا البروشيكت مثلا نبدأ المفروض ان هو اسرع يعني وكده ففي اسي كود في امر من جوا ان انت تعمل ايه البروشيكت بفلتر يعني وكده لكن احنا هنجي بكل وسطة هنا كده ونعمل نضغط انا الوقت اعمل ده الفولدر اللي انا هعمل فيه البروشيكت بتاعي هاجي هنا كده بكل وسطة واعمل CMD الوقت افتح للترمينال عندي فانا هعمل فيه هكتب فلتر طبعا احنا كنا عارفين ان احنا قلنا لما نكتب هنا فلتر في الترمينال هيعرفني الاوامر اللي انا ممكن اعملها زي ما احنا شايفين دي كل الاوامر اللي انا ممكن اعملها بفلتر انا عايز اعمل اوامر اسمه create لو احنا طلعنا فوق ممكن تلايه مكتوب هنا create no project directory بفلتر create هنكتب تحت فلتر create ونكتب اسم البروشيكت اللي احنا محتاجين للشغل عليه طبعا البروشيكت اللي احنا نشغل عليه لازم يكون الاسم بتاعه اولا الاسم عشان ترايح نفسك وثانيا مفيش مسافات فيه اندرسكور زي ما احنا شايفين الاسم بيتكتب فلتر create والاسم بيتكتب على بعض وكده مفيش بينهم مسافات بيقى فيه مثلا اندرسكور باس وخلاص لو انا تغطي الوقت enter هم مفتر هو هيعمل هو ايه البروشيكت مع نفسه لو انا جيت هنا توضغرا ويناداده ونازل فيه فايلات اللي انا بحتاجها وكل الكلام ده نرجع الوقت تاني انا اعيز افتحه واخش عليه وهذهب و colored فولدر يعني لان ماجي من هنا عندي ببعين ان انا كنت عملت ان انا ممكن افتح به فولدرات واضغط هنا كده انا عملت من غير اندرويد استوديو خالص انا شغال البرنامج دو قد سريع جدا معك مش هتحس فيه باي تقطيع ولا اي حاجة مسلا ممكن تشوفها هناك في اندرويد استوديو اندرويد استوديو طبعا بيقى متكاملة اللي فيها كل حاجة فالموضوع هناك بيقى تقيل شوية لكن هنا انت لو ادخلت مسلا على لب هتلاقي فيه كل الجود بتاعك هنا هو بتاع الابليكيشن اللي هو بيقى يدخلك به كدفولد طب انت عايز ترن الابليكيشن بتاعك على الاميوليتور او على المبيلك انا طبعا مش موصل الموبايل حاليا لكن لو انا عايز مثلا انا خلاص عملت في الفيديو اللي فات الاميوليتور هضغط هنا كده على وزود طبعا الاميوليتور احنا هلعرف قدام هتلاقي الاتنين دولة عندي اميوليتور انا مسطبتهم طبعا في الفيديو اللي فات في الفيديو اللي قبل اللي فات هتلاقي انا مسطبت الاتنين الاميوليتور دول فانا هخش هضغط عليه واحد فيهم كده الاميوليتور اتفتح معي بقى بس ان الابليكيشن هو كمان يشتغل عليه يعني هو لسه بيرن الابليكيشن عليه زي ما احنا شايفين دلوقتي كده الابليكيشن بتاعنا اشتغل من غير اي مشاكل خالص كده انت الوقتي اعرفت تشتغل الاميوليتور طبعا لو احنا احنا بنعمل واحنا بنعمل هنا كده هتلاقي الاجهزة ظهرت معنا لو انت مركب مثلا موبالك وبتعمل على مبالك على طول وانت بتعمل اصد على مبالك على طول هتلاقي الموضوع شغال معك بسيط من غير اي مشاكل خالص كده احنا عرفنا ازاي بنعمل بروجيكت هنخش بقى لاندرودي السيديو طبعا في حاجات انت بتدخلها في الاول في ايه بيانات بتدخلها في الاول ممكن دخلها قدام يعني وانت بتشغل على الكود اللي قدامنا دوت برضو هنعدي لها قدام لما نيجي نعمل اي اكس بورت لابليكيشن لكن مفيش مشاكل فاحنا برضو هنشوف في الوقت اندرويد السيديو بتعمل بالنيوو بروجيكت عليه ازاي الفلاتر عشان خاطر يبقى عارفنا الاتنية هنقفل اميليتور عادي ونقفل ونفتح عادي بقى اندرويد السيديو دلوقتي انا قدامي اندرويد السيديو تفتح اندرويد السيديو طبعا لو انت ده شكله وكنك اول مرة تفتحه عادي خالص لو انت اصلا عندك بروجيكت مفتوح هتعمل فايل من قيمة فايل هتلاقي فوق عندك كده على الشمال وتضغط هيفتح لك نفس الصفحة دي كده هتعمل بعد كده هتدخل هنا هتسمي الابليكيشن الاسم اللي انت عايزه احنا كنا مسميين هنا ممكن نسمي نفس الاسم عادي برضه طبعا اي اسم انت عايزه اسم البروجيكت ده عادي مش اسم الابليكيشن اصلا يعني اسم الابليكيشن يكون حاجة تانية خالص لكن ده اسم البروجيكت ده نفس اسم يعني كفولدر بس مش اكتر مسلا سميته اسمه مختلف بس عشان خطر انا هحطه في نفس البروجيكتوري بتاع اللي فيه هلوورل ده فمش لازم الاسمين يكون نفس الاسم يعني بعد كده بقول لي مفيش فلاتر اس دي كي بس احنا طبعا مستطبين فلاتر اس دي كي قبل كده فهنضغط على الايكونة ديت وتشوف انت مستطبع فين عن انك عاجز بتاعك انا عندي مثلا مستطبع في السي في السورس اسرسي دي كي قبل كده في الاتفر بتعمل اوكي كده خلاص ودسكريبشن بتاعه اي اسم انت عايزه يعني براحتك مفيش اي مشاكل فيه بعد كده هتعمل هيجيلك هنا بقى هيجيلك هنا اسم الابليكيشن بتاعك علشان انت بس بياخد بالك من حاجه الباكيت جينيم بيبقى عبارة ايه الباكيت جينيم ديوات لما انت تجي ترفع الابليكيشن بتاعك على الاب ستور طبعا هو ما ظهرش الكلام ده معانا في الفيشوال سيدي كود لكن مش مشكلة خالص انت بترجع ممكن تعدله بعد كده براحتك يعني عادي وانت تجي تعمل اكسبورت لكن انا بس ماشي معاك هنا واحدة واحدة فالباكيت جينيم انت هتعمل ايه بيبقى لما تجي ترفع الابليكيشن بتاعك على الاب السور لازم يكون الابليكيشن يونيك اللي هو ما فيش ابليكيشن تاني عنده نفس الباكيت جينيم بتاعك ففي الاغلب بيبقى يعني في اصدارات قديمة من اندروود استوديو كان بيقولك دخل الابليكيشن بتاعك لو انت عندك موقع فتكتب له مثلا ايه عاصمسعفان.com ويوم ايه لك دخل اسم البروشيكت بتاعك وانت بتاع مدخله قصا قبل كده فهو بيقوم جاه راح هو جايبهم بقى بالعكس يعني اسم الابليكيشن بتاعك بيقى .com.dot ممكن هتكتب مثلا هنا ايه عاصمسعفان.dot واسم البروشيكت بتاعك لقد دلوقتي احنا عايزين بس نعرف حاجة هل انا ما عنديش مثلا موقع ما ينفعش عامل امليكيشن لا عادي خالص .الفكرة انت بتطلع يعني ممكن تحط اسمك هنا مثلا كامل وتحط نفس نفس اللي انا عملكه بالزبط بس بدل دي تحط اسمك انت لان الطبيعي ان انت ما تكتب على ابقيها يعني يبقى يونيك فلا مش مقول ولواحد لما انت تكتب اسمك او الاسم الابليكيشن .يكون فوحد بنفس اسمك وعمل نفس الابليكيشن فاللي هو مش مقول يعني.فه طبعا فيه معمول نفس الاسم ونفس الابليكيشن لكن انت حاول ايه؟ يعني تخلي اسمك مختلف ولو انت عندك اسم الموقع يعني خاص بك وكتبته هنا ففي الاغلب يعني ما فيش حد افكر ان هو يحط بعد كده ايه عايز بيقولك عايز تستعمل support language ايه فممكن نشيل الاتنين دلوقتي حالا لان احنا بنتعلم فلاتر بس قدام بإذن الله في بروشكتس مثلا عايزين نتعلم نستعمل كوتلين او نستعمل سويفت هنبقى نضيفهم في اي بروشكت قدام ان شاء الله بعدك هنعمل finish زي ما احنا شايفين طبعا الفولدر التاني بيتكاريت هنا اوت كده البروشكت بتاعنا اتعمل زي ما احنا شفنا الخطوات في اندرويد سوديو مختلفة بس شوية بيعمل كده على السريع زي ما احنا شايفين هنا بس كده البروشكت بتاعنا اتعمل طبعا بيقولك ما فيش اي متوصل عندك عشان تعمل عليها لكن مش مشكلة انت ممكن تجي من هنا تضغط هنا كده هتلاقي عندك الاميليتور بتاعك هتختار الاميليتور اللي انت عايز تشغل عليه مثلا وتعمله ران ودعمدين تعمل ران الابليكيشن عليها عادي خالص نجرب نعمل ران عنده على الاميليتور طبعا كافينا error كانت ظهر لنا من الفيديو اللي فات لكن ما فيش اي مشاكل بالنسبة لنا يعني مش هيأثر معنا في حاجة يعني الاميليتور ده اللي انت شايف قدامك ده اخر الاميليكيشن اللي نفتحه اللي هو كنت فتحه من فيش والي ستوديو كود فده مش الاميليكيشن اللي هو قدامك ده لازم انتعمل هنا ران طبعا زي ما احنا شايفين ده اللي هو اللي معنا احنا بقى الوقتي هتلاقي الاميليكيشن فدأ عندي خلص من غير اي مشاكل لو انت حبيت تغير اللون اي حاجة زي ما احنا فاكرين من الفيديو اللي فات هتلاقي في اسيم هنا لكن طبعا انا مش بكلم ان انت مفروض تكون عارفها لان الحاجات ده لسه تبدأ تشرح من اول فيديو جاي بإذن الله بقى نبدأ نشتغل في هنمسح الكود ده كله ونبدأ من الزير بس احنا لو حبينا نغير اي حاجة عشان نتأكد بس في الاول كده عشان تأكد في الاول ان الاميليكيشن اللي نفتحهم اللي تنجم ببعض عشان نتأكد ونعمل تمام ده الاميليكيشن اللي مفتوح قدامك ده هو اللي انت فتحه باندرويد سيديو مزبوط هنبدأ بقى من اول فيديو الجاي ان شاء الله نعمل الاول هنشغل تطبيقات يعني تطبيقات مسلا كده خفافي وكل تطبيق هنعمله هنتعلم فيه معلومات جديدة بدل ما نعد نتعلم لغة بس كده لغة برمجة بس كده لا انا انا اعلمك الاول واحدة واحدة ولغة البرمجة في النص عشان ما تحسش باي ملل واحنا شغاليه لحد هنا كده يجوم الفيديو خلص انت كده تعلمت في الفيديو دوت ازاي ترن على اندرويد السوديو وتعلمنا قبل كده ازاي ترن على لو عاجبك الفيديو ما تنساش يعمل لايك وتعمل كومنت باي حاجة عايزنا نتكلم عنها بعد كده ان شاء الله او في دماغك نبقى نجهز الوارد وفيديوهات بإذن الله يعني احنا ماشيين وتسبسكرايب للقناة وتعمل وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وشاير الدورة ديت عشان خطر توصل لاكبر عدد من الناس يقدروا يتتعلموا معاك يعني وبالذات لو اصحابك او كده عشان تشجعوا بعض يعني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة